لقيا مئتين وسبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أربعمائة وخمسين آخرين في سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سيرلنكا بحسب الشرطة ومصادر طبية سيرلنكية وأفيد بوقوع ثمانية انفجارات على الأقل استهدفت ثلاثة كنائس في كوتشيكادي في كولومبو ومدينة نقومبو وباتي كالوا أثناء إقامة المراسم الدينية للإحتفال بعيد الفصل كما استهدفت الانفجارات أيضا أربعة فنادق في العاصمة السيرلنكية كولومبو هي ذا شانغرلا وكينغزبيري وسينامون وفندق الرابع آخر وتحدثت تغارير وخبارياتين عن انفجارين في كولومبو وقع أحدهما في حي ديماتو قيدا والآخر في حي دهيوالا وقد فرضت الحكومة السيرلنكية حضرة جوال في عقاب تفجيرات اليوم يسري مفعوله من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وتفيد التقارير بإلقاء القبض على ثمانية أشخاص لكن لم يتضح بعد من المسؤول عن هذه الهجمات وقالت الحكومة في بيان لها أنها ستفرض حضرا مؤقتا على استخدام شبكات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية ولم تعلم بعد أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات بيدا أن وزير الدفاع السيرلنكي قال إنه من المحتمل أن تكون قد نفذتها مجموعة واحدة يأتي ذلك فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو عن مقتل العديد من الأمريكيين في اعتداءات اليوم ترجمة نانسي قنقر